استشد ستة فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون خلال العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم الفارعة جنوب توباس بالضفة الغربية من جانبها ذكرت جامعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمها تعاملت مع ست إصابات بالرصاص الحي ووصفت إحداها بالخاطرة للغاية وافدت وكالة وفا للأنباء الفلسطينية بأن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف من الوصول إلى المصابين موسيقى